نعم اختيار التخصص احتاج إلى ذكاء وواقعية لا يعتمد على الرغبة فقط والشرع يؤيد الذكاء والتخطيط معايير اختيار التخصص تكلم عنها علماء التربية كثيرا أول معيار القدرات أن تعرف قدراتك وهذا مبدأ شرعي أن تعرف حدود قدراتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم اللهم رأى أن عرف قدر نفسه اثنين تعرف أيضا المصلحة المادية الدنيوية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك هذا مبدأ شرعي ما هو احتياجات السوق أين المصلحتك الدنيوية هذا مبدأ شرعي ثلاثة وحبذ أن توفق إلى هذا ما هي احتياجات الأمة فتسعى لسد احتياجات أمتك واحتياجات البشر فهذه نية طيبة وراقية سبحانه وتعالى عليها بالبركة في دراستك وفي